بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم أحكام المرأة في الصيام الدرس الواحد والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وبعد أخوة المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وضو هيئة كبار العلماء وضو اللجنة الدائمة للإفتاء فحي الله فضيلته الله مبارك فيكم أيها الأخوة المستمعون الكرام في هذا اللقاء نطرح بعضا من المتفرقات من الأسئلة على فضيلة الشيخ لأننا نبدأ بهذا السؤال الذي تقول فيه السائلة دلني يا فضيلة الشيخ على أعمال من البر والخير أعوض بها بقائي دون صوم في أثناء دورة الشهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن مجال العبادات مفتوح للمرأة الحائض سواء كانت عبادات قولية أو فعلية أو قلبية إلا أنها منعت من عبادات خاصة كالصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف والجماع هذه عبادات خاصة أو أمور خاصة ولكن أمامها التسبيح والتهليل والتكبير ذكر الله جل وعلا وأمامها الصدقة وأمامها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل أمامها مجالات كثيرة من أعمال الخير أيضا هذه تقول تتساهل بعض من النساء بوضع المناكير في وقت طهرها مما يمنع وصول الماء إلى ما تحته ربما صلت وقرأت القرآن فلو بينتم حكم ذلك فضلية الشيخ وهل يسوغ تشبيه المناكير بالجوارب فيمسح عليها كما تفعل بعض النساء كل ما يتجمد على البشرة أو على الأغفار من الأصباغ فإنه لا يجوز لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته وبذلك لا تصح طهارته لأنه بقي قسم من جسمه لم يصل إليه الماء أو قسم من عضو من أعضاء الوضو لم يصل إليه الماء وإذا لم يصل الماء إلى بعض الجسم أو بعض العضو فإن الطهارة لا تصح وأما من يقول إن هذا مثل الجوارب هذا غلط ليس هذا مثل الجوارب الجوارب رخصة المسح عليها رخصة جاء المسح على الجوارب وعلى الخفين لكن هذا رخصة والرخصة لا يقاس عليها غيرها مما لم يرد فيه دليل هذا القول لا دليل عليه ولا قياس الرخص تقتصر على ما جاءت ولا يزاد عليها ولا يقاس عليها لأنها استثنائية استثنائية من الشارع توقيفية ألا يجز لنا أن نجتهد ونثبت رخص من عند أنفسنا ونقول هذا القياس على كذا وكذا نعم بارك الله فيكم أيضا هذه تقول امرأة جاءتها العادة وهي في المسجد ومنزلها بعيد وقد أتت بالسيارة مع زوجها هل تبقى داخل المسجد لا ينتهي زوجها من الصلاة نعم تقول امرأة جاءتها العادة وهي في المسجد تصلي التراويه ومنزلها بعيد وقد أتت بالسيارة هل تبقى داخل المسجد لا ينتهي زوجها من الصلاة أم ماذا تفعل تخرج من المسجد تجلس عند باب المسجد إذا أصابتها الدورة وهي تصلي في المسجد أو وهي جالسة في المسجد تخرج تجلس عند باب المسجد حتى لا تكون في المسجد وهي حائض قد نهيت الحائض أن تلبث في المسجد تجلس على باب المسجد إلى أن يأتي زوجها تقول أيضا لوالدة كبيرة في السن تقول من عادتها تأخير الصلاة المفروضة حتى تتيقم من انتهاء الصلاة في المسجد المجاور وتقول لا أصلي مباشرة بعد العذاب فما توجهكم له هذا غلط إذا دخل الوقت فللمرأة أن تصلي وليست مربوطة بصلاة الرجال تصلي قبلهم أو بعدهم وليست مربوطة المهم أنه يدخل وقت الصلاة فإذا دخل وقت الصلاة فالذي لا يصلي مع الجماعة من رجال أو مرضى فإنهم يصلون إذا دخل الوقت ولو لم يصلي أهل المسجد والمبادرة بالصلاة أفضل من التأخير ما الحكمة فضل الشيخ فيما تصنع بعض الطالبات أيضا ذا عدنا من مدرسة والكلية ربما نمنا اليوم كله حتى أذان المغرب هذا لا يجوز تضييع الفرائض النوم يجوز النوم لكن بعد الصلاة بعد ما يؤدينا الصلاة لا بأس بالنوم بعد العصر للمحتاج لكن بعد أداء الصلوات أما أن ينام الإنسان عن الصلاة فهذا تركل للصلاة إخراجها عن وقتها ولو صلىها بعد الوقت تعمد إخراجها فإن صلاتها بعد الوقت لا تصح نعم أيضا كثير من النساء يتسهل في الصلاة ويلتزمن الصيام هل يصح منهن هذا الصيام وما توجهكم لهن؟ من ترك الصلاة متعمدا فإنه يخرج من الإسلام ويرتد عن دين الإسلام ولا يصح منه صيام ولا أي عبادة لأن المرتد لا يقبل منه عمل حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما من ارتد ثم تاب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلاة وحافظ على دينه صحت بقية وأعماله نعم بارك الله فيكم تقول هذه السائر أنا فتاة أبلغ خمسة وعشرين سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري واحدة وعشرين عاما وأنا لم أصم ولم أصلي تكاسل ووالدي ينصحانني أو ينصحانني ولكن لم أبالي فما الذي يجب علي أن أفعله علما بأن الله هداني ولله الحمد وأنا الآن أصم وأصلي ونادم على ما سبق الواجب التوبة إلى الله توبة صحيحة والمحافظة على الصلاة وعلى أمور الدين ومن تاب تاب الله عليه وما مضى فإن التوبة تكفره بإذن الله قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب فمن تاب إلى الله تاب الله عليه من الشرك ومن الكفر ومن الزنا ومن قتل النفوس ومن جميع المعاصي الكبائر والصغير التوبة تجب ما قبلها وما مضى فإنه يكفر بالتوبة بإذن الله نعم شيخ تسويف التوبة البعض ربما سوف ويقول سأتوب بإذن الله في لاحق أيامي فما قولكم له هذا غرور من الشيطان لأن الإنسان لا يدري متى يموت فلعله يؤخر التوبة إلى وقت ولا يدركه ويموت وهو على غير توبة فيخسر الدنيا والآخر ولهذا يقول جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قال من قريب فأولئك يتوب الله عليه أما الذي يؤجل التوبة فهذا من الشيطان وقد لا يدرك هذا الوقت الذي أمله وقد تتضاعف عليه أعمال السوء في هذه الفترة التي أخر فيها التوبة فالواجب المبادرة بالتوبة نعم هذه أيضا سائلة تقول هل أمسك عن الأكل والشرب عندما أسمع الأذان أو عندما أتحقق من طلوع الفجر الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فجعل الغاية للأكل والشرب طلوع الفجر فمن كان يرى الفجر ويشاهده بنفسه فإنه يستمر في الأكل والشرب حتى يرى الفجر بعينه ومن كان لا يشاهده لأنه في داخل منزل في داخل غرفة أو لا يرى الفجر لمانع من الموانع فإنه يعمل بالتوقيت يعمل بتوقيت التقويم الذي عنده أو يعتمد على الأذان على أذان المؤذنين لأن أذانهم على محل طلوع الفجر أو على خبر مخبر ثقة في طلوع الفجر فإذا غلب على ظنه طلوع الفجر بهذه القرائنة أو هذه الدلائل فإنه يمسك عن الأكل والشرب نعم البعض ربما كان معه شيء من الماء أو كذا وهو يؤذن أو بدأ بالأذان هل يتركها ويكملها؟ إذا كان الأذان على طلوع الفجر فإنه يمتنع من مواصلة الأكل والشرب عند بداية الأذان أما إذا كان الأذان يتقدم على طلوع الفجر ويحتاط فإنه يأكل ويشرب لا أن يعلم بطلوع الفجر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب إذا كان المؤذن معروف أنه يبكر فلا بس بالأكل والشرب مع الأذان وبعده أما إذا كان المؤذن معروف أنه يتوقت بطلوع الفجر فهذا يجب الإمساك عند أول الأذان في بعض نوع التقويم يوجد ما يسمى بالإمساك أو وقت الإمساك ثم وقت الأذان فهل لهذا؟ هذا من باب الاحتياط تقويم فيه احتياط بطع دقائق أو دقائق يسيرة فالعمل بالاحتياط هذا شيء طيب نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم أيها الأخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته